الحقيقة يعني إحنا عايزين نفهم ليه أستاذ محمود دوير مؤيد لقرار الفصل وأنا عرفت أن حضرتك كمان يعني شنيت حملة لاتخاذ هذا القرار ليه يا فندي طيب أولاً مساء الخير مساء الخير مساء الخير يبدو أنه هو مش قرار فصل يعني نضبط المصطلحات بس من الأول الحلقة هو مش قرار فصل هو قرار إلغاء التكليف يعني هي السيدة الفاضلة تعمل في أسر ثقافة كفر الدوار منذ سنوات مؤخراً صدر لها قرار بتكلفها للقيام بمهمة مدير أسر ثقافة كفر الدوار لم يتطرق أحداً يعني إليها على الإطلاق طول ما كانت شغلة موظفة في أسر الثقافة ولا حد هاجمها ولا حد اعتبر أن النقاب دي عائق لكن عندما تولت مهمة قيادة هذا القصر يعني ونشر مسؤول الثقافة تهنئة لها حول هذا الشهر أنا شخصياً استوفي الزيت ليه؟ هقول لحضرتك ليه؟ أولاً خلاني نتفق أن الزي لا يوسل رداء للجسم يعني الزي المتعارف عليه ليس غطاء للجسد في حزم الزي جزء منه مدلول ثقافي يعني عشان كده بنتكلم عن أن فيه زي للبخر لا يصلح أن يكون للشارع يعني مش منطقي أن حد هيتحرك بزي البيت يذهب بيه للعمل وبالتالي الزي جزء منه سياق مجتمعي لكن خلينا متفقين كمان يا أستاذ محمود في هذا السياق المجتمع أنه بقى فيه لبس بيتلبس في الشارع أسوأ من زي البحر بعدها نحن بنرفضه في المقابل بنرفضه يعني بالمناسبة بعدها جيله يعني السيدة المنتقبة هي تتولى مسئولية ثقافية بالأساس قيادة ثقافية في موقع ثقافي ما عن تقديري شخصي أن النقاب يمثل لدى من يرتديه قناعة راسخة بأن جسد المرأة عورة وأن وجه المرأة لا يجب أن يراه الأغراب ودي قناعة مستقرة لدى كل المنتقبات وبالتالي الدافع الأساسي لأنها ترتدي نقاب بالتأكيد هو دافع فكري أنها شايفة أن النقاب ده جزء من الإسلام وأنها شايفة أن لا يجب أن يرى ويجهها الأغراب أي مواطن عادي وبالتالي هنا بتصطدم بالتأكيد مع ثوابت ثقافية وهي بتشتغل في مؤسسة ثقافية من المفترض أنها بتتعامل مع الموسيقى ومع المصرح ومع الفن التشكيلي ومع لوحات رموز الفن التشكيلي المصري بتتعاطى مع الباليه وتتعاطى مع الرقص الشرقي وبالتالي كيف يتصق أن تكون لديها تلك القناعة وفي نفس الوقت لديها العمل الثقافي أنا هرجع لحضرتك مرة تانية لكن هستأذنك أننا نروح بقى الدكتور محمود عصران نعرف رده على كلام أستاذ محمود دوير فيما يتعلق بهذه المسألة هل في هذه الحالة تحديداً اللبس هو المعيار ولا الكفاءة هي المعيار؟ الكفاءة هي المعيار قول واحد الكفاءة هي المعيار وحضرتك ذكرت في المقدمة أن الأستاذ محمود متبني فكرة ضد تعيين هذه السيدة مديراً لقصر ثقافة كفر الدوار هو المحرك الأساسي للأستاذ محمود دوير هو المحرك لهذه القضية أنا فجيت أن أستاذ محمود دوير منزل قصة على الفيسبوك أنه بيرفض تعيين هذه السيدة مونة القماح مديراً لقصر ثقافة كفر الدوار لكونها منتقب هذا قول جداً فأنا رددت عليه مباشرة وأنا تجمعني به صداقة قلت له يعني هذه السيدة جديرة بهذا المنصب هذه السيدة نشيطة جداً جداً هذه السيدة فنانة تشكيلية من الطراز الأول هذه السيدة خريجة فنون جميلة بتقدير جيد جداً تقدير عام جيد جداً هذه السيدة جاءت منذ أسبوعين فقط منذ صار لها هذا القرار بالتكليف أجري في قصة ثقافة كفر الدوار حفلاني موسيقيان وحفل الكرار للأطفال ونادي الأدب بقصر ثقافة كفر الدوار مستمري في نشاطه نادي أدب الطفل مستمري في نشاطه هذه السيدة هي التي تبنت هذا الأمر برمته منذ أن كانت موظفة الأستاذ محمود تكلم عنها وهي كونها موظفة لم يتعرض لها أحد جميل لماذا؟ لأنها بالفعل موظفة نشيطة وهذا النشاط لمح من كون المحافظ السابق لمحافظة البحيرة المهندسة نادي عبدو كلفت هذه السيدة بعمل رسوم أمام الأوبرا أوبرا دا منهور رئيس مجلس المدينة الحالي رجل ذو خلفية عسكرية رجل لواء من القوات المسألة وهذا رجل بنفسه كرمها وهذا رجل بنفسه حضر فعاليات الثقافة في قصة ثقافة كفر الدوار لم يعترض إطلاقاً على كونها منتقبة وهو رجل دولة من الطرز الأول الأستاذ أحمد درويش المتولي منصب مدير الثقافة في قصة ثقافة بواسطة الدلتة هذا الرجل بنفسه هو يعرفه كل صغيرة وكبيرة في الإقليم على فكرة بل إنه يعرف الموظفين في الإقليم بالكامل بل إنه واصل لدرية معرفة العمال وسيارهم هذا الرجل عندما تقدمت هذه السيدة للمسابقة لكي يختار بينها أو لكي يماز بينها وبين أربع من المتقدمين أو ثلاثة من المتقدمين وكلهم رشحوا على فكرة لهذا المنصر زملائها رشحوا لهذا المنصر زملائها الذين يتقدموا معها لشغل هذه الوظيفة رشحوا هذه السيدة لكونية نشطة جدا جدا ومتقفة ومحترمة ولا نشاطة لها على الإطلاق ولا شأن لها بما يذكره الأستاذ محمود لأنها متبنية تبنت فكرا بعيني طيب هستاذن حضرتك بقى في المسألة دي أرجع الأستاذ محمود يبدو إنه برضو محتاجين نوضح إن قضيتنا مش الأستاذة حريك بتتكلم على إنه يكسر وبما يعكس تكريب معين قضيتنا مش الأستاذة بعينها ومش موقف شخصي منها إحنا بنتكلم على قاعدة لابد أن نرسيها طيب أستاذ محمود في هذه الحلوة هل يجوز أن تتولى قيادة مؤسسة ثقافية منتقبة هو ده السؤال